فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية الله إليكم قال رحمه الله في الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلامة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل نعم وهذا أيضا حديث آخر في الصحيح وتكاهرة الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر لأنه مهم جدا وإن تساهل فيه كثير من الناس أو تناسوه أو وقعوا فيه فإنه مهم جدا والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في آخر لحظة من حياته لأهميته ولنصحه لأمته فيجب أن يكون هذا محل اهتمام المسلمين وأن الدعاة يتوجهون إلى هذا أول شيء أول ما يدعون الناس إلى التخلص من هذه الأمور أما أن يدعوهم إلى حسن الأخلاق والصدق في البيع والشراء وغير ذلك من الآداب الشرعية فهذا شيء طيب ولكنه لا يكفي بل لا بد من الاهتمام بما هو أهم منه وهو إصلاح العقيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة اهتم بهذا الأمر وفيه أيضا أنه عند المناسبات تذكر الأشياء المناسبة فإنه عند موته والقرب من دفنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم كما اتخذت قبور الأنبياء من قبله فلذلك حذر من هذا الأمر في هذه المناسبة من أجل أن يتنبه المسلمون ولسيما قبور العظمى كالأنبياء والصالحين والعلماء فالفتنة فيها أشد